الحكومة اليمنية تفتح أفاقاً جديدة للتعاون مع دول في المنطقة في مجال النقل والبنية التحتية هذه المهمة البالغة الحساسية يقوم بها حالياً وزير النقل صالح الجبواني الذي تعنى وزارته حالياً بإنهاء العزلة المفروضة على البلاد بسبب توقف معظم المطارات عن العمل والمشكلة المزمنة التي يعاني منها الناقل الوطني في هذه المرحلة والتدهور الحاد في البنية التحتية من مسقط إلى لندن ومنها إلى الكويت وأخيراً تركيا جولة يقوم بها الوزير الجبواني على هامش الإبعاد المتعمد لوزراء الحكومة الموالين للرئيس هادي عن العاصمة السياسية المؤقتة عدن الواقعة تحت سيطرة القوات السعودية وميليشيات مسلحة تابعة للإمارات يأتي ذلك فيما تمر السلطة الشرعية بمأزق خطير نجم عن توقيع اتفاق الرياض الذي لم يترجم على أرض الواقع بقدر منصة انقلاباً جديداً مطار الكويت إلى منطقة ترانزيت لسفر اليمنيين من وإلى اليمن ورفض أسطور اليمنية بطائرات جديدة ودعم مطاري سيئون وعتق بمحافظتي حضر موت شبوى زيارة وزير النقل الرسمية إلى تركيا التي وصلها الأحد تأتي في إطار الأجندة نفسها لكنها أيضاً تحمل ذلالات سياسية مهمة تعكسها طبيعة اللقاءات التي أجرها في أنقرة مع المسؤولين في الحزب الحاكم وفي الحكومة على نحو يحمل على اليقين بأن زيارة كهذه ستفتح المجال أمام آفاق الرحبة للتعاون تعيد بها العلاقات المتميزة القائمة بين اليمن وتركيا الوزير الجبواني وبحسب تغريدات الله على تويتر التقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعم القرطولمش بحضور مستشار رئيس الحزب ياسين أقطاي وعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير النقل والبنية التحتية التركي جاه الطوران الذي أطلعه على الوضع الراهل للبنية التحتية للنقل في اليمن قبل أن يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن زيارة الوزير الجبواني تترجم بعد ثلاثة أعوام تقريبا النتائج التي أفضت إليها الزيارة الرسمية للرئيس هادي إلى أنقرة في السادس عشر من شهر فبراير شباط 2016